السلام عليكم اليوم كالعادة لديه عدة كروت للتصليح وأولهم كرت الجي تي إيكس 1650 من أماس آي والمشكلة فيها هي أن المراوح لا تدور والشاشة تبقى سوداء رغم أن الحاسوب يتعرف عليها وعند وضعها ككرت دانوي ومحاولة حفظ البايوس فيظهر هذا الخطأ الذي معناه أن القلب لا يمكنه التواصل مع شريحة البايوس والشيء الذي لاحظته في هذا الكرت هو أنه يوجد مكانين تم تلحبهما مع بعض وهذا الشيء مستحيل أن يكون من الشركة وقد تم ربط أحد بينات المراوح مباشرة مع مخرج الإشارة الخاص بسرعة المراوح وهو موجود في القلب يعني في هذه الحالة فكل تيار الذي مر في المراوح اتجه مباشرة إلى القلب ففتعت الكرت وفحصت الـ 1.8 فول والمفاجأة أن المقاومة كانت قريبة جدا من التي وجدناها في كرت الفيديو السابق وعند حقن تيار في هذا المكان وجدت قصر واضح في القلب عكس المرة السابقة يعني باختصار هذا الكرت لديه نفس مشكلة الكرت الموجود في الفيديو السابق والفرق الواحد أن الشيء الذي ضمره هو الشخص الذي عمل عليه من قبل وليس المراوح مثل المرة السابقة وهذه الأشياء للأسف تتكرر كثيرا فالبعض لا تعجبه مقاومة الفيران مثلا فيقوم بحق جهد عالي فيها وللأسف تنتهي الكرت في المزبانة والكرت الثانية هي الـ 1.080 من آنزيس وحسب كلام صاحبها فقد حاول تغيير مراوح بواحدة من كرت آخر لكن بعد تجربها توقفت اثنان منه وخرجت رائحة حريق من الكرت والمشكلة الحالية فيها هي أن مروحة واحدة فقط تعمل والكرت تظهر الصورة بشكل عادي يعني فالقلب سليم فيه فانتقت إلى فتح الكرت ثاليا فوجدت أنه تم وضع كمية كبيرة جدا من الماجون الحراري فيه والحالة الخاصة بها تظهر متسخة بشكل كبير جدا ففحص على كل حال مكان الإشارة الخاص بالمراوح وهذه الكرت تحتوي على اثنان منه فوجدت القيمة الخاصة بالمروحة الوسطى عادية جدا لكن وجدت قصر في الجهة الخاصة ببقية المراوح فاتتبعت مكان القصر فوجدت أحد القطع عليها احتراق واضح وفي هذه الحالة فيجب تغييرها وبعد الانتهاء قمت بالفحص مرة أخرى وهذه المرة أصبحت القيم نفسها في المكانين تقريبا وكذلك جربت إلصاق المراوح والفحص كذلك ولم تظهر أي قيمة غريبة فجربت الكرت بدون إغلاقها كليا وعملت المراوح بشكل عادي فنظفت المكان من المعجون الحراري وبعدها وضعت واحد جديد وأغلقت الكرت وشيء مهم جدا يجب القيام به عند إغلاق مثل هذه الكروت هي محاولة تدوير براغي بشكل متساوي وعدم تركيز على واحد منهم فقط كي لا يكون هناك ضغط كبير في جهة واحدة فقط وآخر شيء قمت به هو تجربة الكرت تحت الضغط وظهر كل شيء جيد فيه وثالث كرت هي الـ RX 580 جيجا بايت وهذه الكروت لديها مشكل شائع كثيرا حيث هذه الكروت تعطي شاشة سوداء رغم أن الحاسوب يتعرف عليها لهذا وضعتها ككرت تانوي وكنت باختبال فيرام الذي أعطى خطأ في الشانل A انتقلت مباشرة إلى نزع الفيرام القريبة من PCI وتغييرها والسبب اختيار هذه الفيرام هي أن هذه الكروت في الغالب تتعرض إلى صدمة أثناء الشحن ويتسبب هذا الأمر بانكسار بينات تحت الفيرام كما يظهر هنا في الصورة وبعد الانتهاء من تثبيت الفيرام جربت الكرت وظهرت الصورة بشكل عادي فكنت باختبال فيرام مرة أخرى ومرة بدون مشاكل هذه المرة وأيضا جربت حريك الكرس أثناء القيام بالباشمارك كي أرى إن كان سيحدث أي مشكل فالكثير من هذه الكروت للأسف يكون فيها ضرر داخلي في القلب بسبب الصدمة التي حدثت لها أثناء الشحن ورغم أني أقوم بالريبال للفيرام القلب في الكثير من الحالات لكن المشكل للأسف يبقى وأضطر إلى إرجاع ثمن تصليح لأصحابها لأنه في الغالي فالمشكل سيكون من القلب كما قلت سابقا وآخر كرت معنا اليوم هو الـ RX 5500 XT من صافاير وبالفحص الأول لم أجد أي قراءة في مدخل الطاقة والسبب الغالب هو أن أحد الفيوزات قد احترق ففتحت الكرت مباشرة بدون أي فحص إضافي وكما توقعت وجدت قصر في أحد مسارات 16 فولت فكنت بحق نصفة 75 فولت في مكان قصر واستعمالت الكاميرا الحرارية فوجدت واحد من الضيار موسيوس للحرارة فنزعته تاليا وبعدها غيرت الفيوزات المحترقة وبعد الانتهاء جربت الكاس وظهرت الصورة بشكل جيد لكن لن أستطيع تجربتها تحت الضغط حتى أقوم بتغيير الضيار موسيوس المتعطل وهو غير موجود لدي حاليا وبنسبة كبيرة جدا ستعمل كرت بشكل جيد عند تغييره لكن سيكون علي الانتظار حتى وصوله وفي الآخر إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك سلام